بريطانيا تمر بوقت عصيب عداد الإصابات بكورونا يسجل رقما قياسيا والوفيات تتجاوز عتبة الألف إصابة يوميا المستشفيات تعاني من نقص في الأكسجين بعضها دخل مرحلة العجز في مطاقمها الطبي أصيب بالإرهاق مشهد سودوي يدفع بالحكومة إلى أن تسرع من خطواتها لتوفير مليوني جرعة من اللقاح أسبوعيا من أجل تفادي الأسوأ ندرك وجود سلالات متعددة للفيروس حيث نعاني في بريطانيا من سلالة معدية جدا لهذا بدأنا تطعيم نحو ثلاثة ملايين شخص ولا نريد أن نرتكب أخطاء في هذه المرحلة سنفعل كل ما في وسعنا من أجل تغلب على هذا الفيروس الهيئة الصحية لبريطانية تحت ضغط كبير الأمر الذي اضطرها إلى إلغاء عمليات جراحية لمرضى السرطان فالأولوية باتت تعطى للحالات الحريجة من المصابين بكورونا الحكومة البريطانية تفتتح سبعة مراكز تطعيم في كافة أنحاء البلاد مستعينة بالصيدليات لتوفير اللقاحات من أجل المساهمة في الحد من تفشي الوباء بدأنا اليوم عملية التطعيم باستخدام لقاحي فايزر وأكسفور ضد كورونا هذا يوم مميز لأننا أول صيدلية تقوم بهذا الأمر في البلاد سنعمل على مدى سبعة أيام من أجل تطعيم الآلاف أسبوعيا الشرطة البريطانية تتجول في الشوارع لتطبيق قواعد الإغلاق العام قواعد تمنع الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة مثل التبضع وممارسة الرياضة على ألا تتجاوز المسافة الخمسة أميال عن المنزل وهو أمر لم يلتزم به بوري جونسون الذي شهد وهو يمارس الرياضة على بعد سبعة أميال من الداونينغ سريت تعلق الحكومة البريطانية الأمان على المواطنين في التزام قواعد التباعد الاجتماعي فضلا عن برنامج التطعيم بهدف الخروج من الجائحة في الربيع المقبل مستصرور لندن الميادين